السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع ومساء الفل ومساء الجمال وهلا والله واللي انتم عايزين كله من تحيات جميلة طيبة على عيون الجميع قلوها سؤال كتير اكرر جدا 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 على الخاص حبيت ان انا اخلص منه وانصح مرة واحدة باجابة سريعة ان بي ان بي كده ويكون مقتضبة في نفس الوقت مقتضبة قوي عشان خاطر الكل ياخدها يحطها هنا واسأل الله عز وجل انه هو او الكلمة يعني البسيطة ديا تكون في النفع للجميع دكتور انا عملت المشروع الفلاني واكتر من مرة وفي نفس الوقت للأسف كل شوية يخسر وحتى لما بكسب المكسب مش عاجبني يدوب بتاع عشرين تلاتين الف جنيه مس انا بضحك طبعا الله علم بمكسب كل واحد اه ولكن دكتور انا مش راضي وانا محبط وانا مش عارف ايه وقصص كده يعني الله غالب انا هقولك النهاردة يترى انت صح يترى انت غلط يترى ده اصلا يعني انت حطه جواك وشغال عليه يا ترى هل ترى يا 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 الاخر لكل واحد سواء كان في العشرينات من عمره او التلاتينات او ايا كان بدأ مشروع معين كان هو متوسط الحال كان بدأ يغتني من مشروعه طب كسب مرة طب خسب مرة خسر مرة طب ايا كان البوزيشن اللي هو عليه دلوقتي تعالي هنا تعالي كده اما قولك وحط كلمتين دول في حساباتك النجاح لو بيعرف عمر خلاص ولا في نفس الوقت النجاح في عين ذات وزي ما انت عايز خير ليك مش شرط ان يكون خير ليك تاني تاني النجاح ما بيعرفش عمر دي اول حاجة حاجة التانية النجاح اللي انت بتسعاله وقعت تكتكله والكلام ده كله ممكن يكون عين الشر ليك وانت لا تدري وانت انت مصمم انك بتحلم الحلم الفلاني وعايزه اخدت بالك التنشن بليز وتعلم ما قولك كولونيل ساندرز اللي هو الراجل اللي زيز ابو شعره بيقدر اللي عمل كده دوت اللي هو بتاع سلسلة مطعم كينتاكي الراجل دوت ما بدأش السكسس ستوري بتاعته غير بعد الستين عاش عمره كله متوسط الحقل خلاص ابوه ماته وصغير وعنده عمر خمس سنين حاجة زي كده امه كفالته وبعد كده هو اشتغل وكفل اخواته المهمة انه بتمرمط في الدنيا لغاته عمر ستين سنة وحتى لما طلع على المعاش كان معاشه بسيط سكت مثلا ميت دولار حاجة زي كده راجل ميقس وتنم وصمم انه هو يعمل مشروع بالبالة دي كده كان حلوه وهو بقى ايه في طبخ الفراخ خلاص عبالة يا ربا ما شفت من امراض الدواجر انراخر والوش بتاع البسطات والاجابات والبي ام والجروس ليجونز اللي هي صبح وليل الواحد يعني مققت منها وادخلوكوا بقى في الخلطة بقى خدت بها لك اه بقى اه بقى المبدأ انا راخر خلطة كينتاكي المهمة الراجل ده جي على الستانات من العمر ورح هابد الخلطة الجميلة دي وفي خلال 12 سنة يا دكاترة بالضبط والى كل اخ محترم بيسمعني عمتا كان عنده اكتر من 600 فرع لانه فرع واحد هو اللي بدأ بيه في ولاية كينتاكي بعد 12 سنة كان عنده اكتر من 600 فرع فاكتر من 100 دولة المهم تعال يا بتاع العشرونات يا اللي خوتني الراجل ده بقى ملياردير بعد الستين وطول حياته شقيان بيكافح انت من العشرينات عملت مشروع معين قاعد بحبط قاعد فاكر ان انت خلاص الدنيا تقفلت في وشك وانك 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 لا هو انت محتاج بس بعض الحاجات كده تبقى في بنيان شخصيتك تبقى في الستوب بتاع البرسونالي بتاعتك ومحتاج انك تعود قلبك ان زوق عافية تطبع نفسك بالطبع ده اول حاجة انت بدأت المشروع ومن زاوية تانية شغال على نفسك انك تنجح المشروع دوا المشروع بقى يعني جاب حقه مرة خسر مرة منجح مرة المهم انت في كل الاحوال عايزك صابر ومن زاوية تانية اعلم ان النفس البشرية عاملة زي الجبل عاملة زي الجبل عايزك تتكلم مع نفسك كتير مش لا مش دي انا اقصد وعد فهمني غلق انا عاصل تتكلم مع نفسك كتير ان انت تهزب نفسك مش تتكلم مع نفسك التانية لا لا بعد الشر انا مش عايز دي لا اتكلم مع نفسك كتير يعني دايما نحدث نفسك ان باذن الله هتنجح ولو بعد عحين لو بعد عشر سنين لو بعد عشر سنين لو بعد ايب اللازين خلاص وخبالك حتى لو منجحتش اعلم ان عين الخير ليك ان ربنا عز وجل يخليك في الليفل ده هو ده الخير ليك وانت لا تدري فمتنكش سرحان وطولة سنة يعني انا رجل معاك كذا الف عايزة بقى بس يعني نص مليونير مليونير مالتي مليونير يا عم الله يرديك في صحتك والله العظيم انت ما تعرف الخير فين في ناس لما كانوا عايشين فقراء كانوا بقمة السعادة اللامتنهية وانصي ان الفلوس جريت في ايديهم وعز جلال الله البلاءات والتغير القلب والنفس اصبح من اسوأ مما تتصوروا في السرايان على الناس دي خلاص كان يعني اكتر من مشاهدة تمت على الامر ده كان لما فقير بيكامل بصحته كامل صحته لما اغتنق جاله امراض الدنيا خلاص المقصد المقصد انا مبقى يساكش ابدا انا اقصد خد بالاسباب ولو ربنا ريد لك النجاح والغنى يبقى هو ده الخير ليك لو ما اردش اصبر واحمد عشان خاطر ما تزنش ان ده شر ابدا والله العظيم والله ابدا خلاص فاخد بالك من القصة دي دي اول حاجة لازم تحطها في حسابتك وانت ايه بتكلم نفسك خلاص هزب نفسك وجه نفسك اعلم انه مش كل الخير في تحصيل المال بالعكس في خير غير مسبوق في غير المال اصلا عشان تبقى فاهم الستر جميل اه الستر جميل جدا ربنا يكتبهن ويكتبهن ويكتبهن اه النفس بقى عاملة زي الجبل الوع كتبهن خلاص جبل جبل حقي والله العظيم كون انك ترود نفسك ان قلبك يكون قلبك يكون قلبك سليم وقلبك أبيض وما انت الشائل هنا حسد ولا اي يعني حاجة وحشة لحد دي مش سهلة دي مش سهلة دي مش سهلة كون ان انت لما تدخل من مشروع مرة تنجح مرة تكسب كون انك ترود نفسك على الرضا دي مش سهلة خدت بالك اه كون ان انت تكون ماشي كده كده سيدة زي ما العالي الهنوب بتقول هنا او ماشي في طريق مستقيم بالبلد كده اه ما فيش كده كده خلاص دي مش سهلة كون ان انت اصلا يوميا تكون شاكر من هنا قبل هنا دي مش سهلة فانا عايزك تكلم نفسك تكلم نفسك ان لازم تعود نفسك انك تصاحب نفسك والتسوس نفسك خلاص او ان انت تبقى مسيطر يعنى لنفسك انك ما تقولش حاجة مثلا وحشة ما تحبطش ما تتلفظش باي الفاظ ممكن لا سمح الله اتصل لمرحلة الاعتراض والكفر خدت بالك لا احنا مش هزين كده خالص تاني تاني حمسك طرف الخط من الاول النجاح ما بيعرفش عمر ومش شرط ان النجاح اللي في دماغك ده يكون عين الخير ليك ممكن يكون شر وده سبب منع ربنا عز وجل الحاجات اللي انت عايز تحصلها دي سبب منع المولى ليها عنك خلاص عشان نعيني الخير ليك في كده نقطة التانية خدي بقى مني ليك البناء ده مننا بيسعى طول عمره بيسعى طول عمره وفي نفس الوقت عايز يكون لك نية في كل حاجة بتعملها النية دي لا يشترط على فكرة انك يعني تكون بها يعني شيخ لا 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 النية دي خليها دايما في قلبك خلاص ايا كان وضعك في الطاعات او بعد الشر الزلل في المعصي او غيره خلي النية دي دايما جواك عشان ما تفقدش مجهود في عمل وفي نفس الوقت ربنا عز وجل يكريمك ويبارك لك الصلاح عطيه الله يرحمه وده اشهر من نار على العالم طبعا في العالم بتاعنا كانت كنت الحاج صلاح طبعا معروف جدا الرجل الطيب دون طبعا انت لو تشوف جناسته على اليوتيوب او الانترنت الرجل دا مش ممكن مع شوق الجماهير الرجل الطيب دون عشان اختصرلك همشا هستول في الفيديو لما جيب دا مشروعه هب اجتمع هو كذا واحد كده من زميله خلاص كانوا تسعة تقريبا وما كانوش لقيين العشر بتاعهم فلما جيه رجل الطيب دا قالهم انا لديت العشر وحنمضي العقدة خلاص بيبصوا له تسعة اسمها بس فين يعمل عشر قالهم العشر اللي معنا هو الله ربنا عز وجل حيكون العشر معنا في المشروع اللي احنا نبدأه دا والسهم العشر دا حيطلع دايما صدقة للمولا عز وجل خلاص نكفل بقى واحد يتيم ست غلبانة واحد بيتعالج ايا كان او شي طيب بيتعمل وخلاص الرجل دا ما شاء الله تبارك الله يعني شركته معروفة رجل ربنا عز وجل زود له فرزقه جدا لما مات رجل الطي الضل يرحمه رحمه واسعة لك انت تتصور يعني كمية صداقات كان بيعملها في الخفة وناس حزنت عليه غير طبعي المقصد اي عامل انت بتعمله خليه لله خلاص يعني مثلا انت بتشتغل ليه والله طبعي جدا عايز اسطور نفسي عايز ماكلش لقم حرام عايز اسطور عيالي عايز اسطور مراتي مش عارف ايه الكلام ده كل خلاص طب بتساعد حد ليه والله برضو بتساعده لله خلاص يعني مش عايز منه شكرا مش عايز منه ده انت بقى جيميلك على رأسنا بقى ومش عارف ايه القصص دي لا 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 انا بحبك ولما بقدملك شيء خلاص هو مني لحضرتك في نفس الوقت يعني انا ااااااااا.. م İyiعملوا بحبي لله فايا ابنتا اه رايت كلنا النمي جوان المشاعر الطيبة ده لانها ما رجعناش ورا على فكرة ودمرنا بازهنيا وخلقيا ووو الى أخيره الا للأسف فساد القلب خلاص كل واحد منهمك في الدنيا خايف من ضيئر رزق أهه.. كل واحد يقوللك لأ يا їا ام انا بقى طالع المعلومتين اللي عندي bag آه أنا كده بقى حلق العيال المهم خلا ليك دايما نية لله خلاص أحب الناس ربني يعدل حال العباد كلها يعدل القلوب الميلة لأن للأسف برضو في نسبة كرهك إنك تعمل خير أنا بصن بالعشرة برضو على دي ربني يهديهم ويصلح لهم حالهم يعافينا ويعافيك انت راخر حرجع تاني أمساني نفسك الخيط من أولها ما تيقسش النجاح مش مرتبط بعمر حاول مرة واثنين وتلاتة والف ومية ومية ألف أصدي وما تيقسش وصاحب نفسك وربنا والله لا يكرمك طول ما انت بتاخد بالأسباب وليك نية طيبة وماشي بقلب يعني طيب سليم موسط الخلق كلهم وعايش في سلام نفسي عايش في سلام نفسي ربنا يحفزك ويكرمك يجعلك بكرة أفضل وافضل ما تستعجلش ربنا عز وجل ليه حكمة في كل شيء وعندنا حتى القرآن الكريم قال كده من كان يريد العجلة دي في سورة الإسراء أعوذ بالله شتر جيم من كان يريد العجلة العجلة هي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد يعني مش شرط أن كل واحد يا أخوانا بيسعى أنه هو يحصل اللي هو عايزه لا عجلنا له فيها ما نشاء يعني اللي ربنا عز وجل يشاءه هو اللي حينكتب خلاص ولمن نريد يعني لو فيه عشرين بيسعوا خلاص اللي رايدوا المولى في العشرين دول أنه هو يكون الخير ليه في السعي والغنى وإلى آخره هو اللي حيكون له ممكن يكون فيه خمسة سبعة تمانية من ضمن العشرين دول عين الخير ليهم أنهما يتنون فقراء أنهما يتنين متوسط الحال أنهما يرتفعش للليفل بتاع الغناء الفحش ليه حيتدمر كلم نفسك صاحب نفسك حاول مرة واثنين والثلاثة اللي غيب ده مش بتاعك أنا بس كل الحكاية بزبط لك مشاعرك وطريد تفكيرك عشان خاطر كل ما ما يحصل لكش خير قول دعين الخير ليه كل ما ما يحصل لكش خير اللي هو هنا أنت عايزوا أنا داخل المشروع ما تارجيت أن أكسب مليون كسبت مئة ألف كسبت خمسين ألف طب ده أنا ما تارجيت أن أكسب مليون الخمسين ألف ولا المئة ألف دول اللي يقولك دول هم عين الخير ليك وهم عين السطرة ليك احمد الله طب أنا تارجيت المليون وجالي المليون خلاص هو عين الخير ليك وربنا برضو هيشوف أنت هتعمل إيه بعدما يجي لك الرزق دوا ربنا يحفظك ما نحرمش من ثقتك وأسئلتك دايما على الخاص أشوفك دايما على كل خير وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته